السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الإعدادي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان القراءة حياة للحياة هذا النص من النصوص النثرية للشعر الكبير العقاد تعالوا كده ناخد أول فقرة في الدرس يقول العقاد إن الفكرة الواحدة جدول منفصل أما الأفكار المتلاقية فهي المحيط الذي تتجمع فيه الجداول جميعا والفرق بينهما وبين الفكرة المنفصلة كالفرق بين الأفق الواسع والتيار الجارف وبين الشط الضيق والموج المحصور تعالوا الأول ناخد معاني الكلمات وبعد كده نشرح الفقرة دي أهم اللغويات الموجودة الفكرة معناها التصور الذهني مفردها الفكر منفصل مستقل مضدها متصل ومتلاق المتلاقية يعني المتقابلة ومضدها المتفرقة الشط جمعها الشطوط والشطآن والشطان المحصور المحبوس مضدها الجارف الأفق مرمى البصر وجمع أفق آفاق شرح الفقرة دي يبين العقاد الفرق بين الشخص الذي يقرأ من غيره فالذي لا يقرأ يملك فكرة واحدة لذا فهو كالجدول المنفصل أما الشخص الذي يقرأ كثيرا فهو يضيف إلى فكرته أفكارا غيره يعني كالنهر الصغير المنفصل بعيدا أما الشخص القارئ الذي يقرأ كثيرا فهو يضيف إلى فكرته أفكار غيره فهو كالمحيط الذي تصب فيه الجداول كلها كل الجداول بتصب فيه لأنه يقرأ من هنا ومن هنا ومن هنا فهو كالمحيط الذي تصب فيه الجداول كلها أما الشخص الذي لا يقرأ فهو كالجدول المنفصل بعيدا جدول واحد نهر واحد أهم الجماليات اللي في الكطعة دي إن الفكرة الواحدة جدول منفصل استمؤكد بإن وصور الفكرة الواحدة بجدول ماء منفصل مما يدل على أنها قليلة القيمة أما الأفكار المتلاقية صور الأفكار بأشخاص تتلاقى جدول ومحيط منفصل ومتلاقية بينهم تضاد يوضح المعنى ويقويه الفرق بينها وبين الفكرة المنفصلة كالفرق بين الأفق الواسع والتيار الجارف وبين الشط الضيق والموج المحصور هنا صور الفكرة الواحدة المنفصلة بالشط الضيق الصغير والموج المحصور أما الأفكار المتلاقية فصورها بالأفق الواسع مما يدل على أهميتها الفكرة لبعديها وقد تبدو الموضوعات التي تتمثل بها هذه الأفكار في ظاهر الأمر أنها موضوعات تفترق فيما بينها افتراق الشرق من الغرب والشمال من الجنوب وحقيقة الأمر أنها كلها مادة حياة وكلها جداول تنبثق من ينبوع واحد وتعود إليه أشبه بالأمواج التي تتلاقى في بحر واحد وتخرج بنا من الجداول إلى المحيط الكبير أهم اللغويات تبدو تبدو تظهر ومضادها تختفي تتمثل تتجسد تفترق تختلف ومضادها تتلاقى تنبثق تندفع ومضادها تنضب أو تجمد ينبوع مصدر جمعها ينابيع شرح الفقرة دي الحقيقة أن الفكر قد تختلف في الظاهر حسب ما تعالجه من موضوعات ولكنها في الحقيقة تتفق في أنها كلها مأخوذة من الحياة ناتجة عن مصدر واحد يتمثل في معالجتها لكل أمور الحياة وهي تشبه الأمواج التي تتجمع في بحر واحد ثم تندفع معا لتشكل المحيط الجماليات قد تبدو طبعا استخدام قد هنا يوحي بالشك والتقليل تتمثل بها الأفكار صور الأفكار بشيء مادي يتجسد كلها جداول تنبثق من ينبوع واحد صور الأفكار المتلاقية بالجداول وصور المصدر الذي تخرج منه الأفكار بالينبوع أشبه بالأمواج التي تتلاقى في بحر واحد صور الأفكار بالأمواج المتلاقية الفقرة البعض كده لقد أدركت حين هويت القراءة أنني أبحث عن هذا كله أو أن هذه الهواية تصدر من هذه الرغبة وأدركت حين هويت القراءة أنني أستطيع أن أضاعف فكري وشعوري وخيالي كما تتضاعف الصور بين مرآتين أدركت عرفت مضضها جهلت هويت أعشقت مضضها كرهت تصدر تنتج أضاعف أزيد مضضها أقلل خيالي مضضها واقعي جمع خيال أخيلة وخيلان شرح الفقرة دي أدرك العقاد حين أحب القراءة أن حبه للقراءة مصدر الرغبة الشديدة في أن تكون لديه فكر متعددة عايز يكون لديه فكر متعددة وما يكتفيش بفكرة واحدة فبالقراءة استطاع أن يضاعف فكره وشعوره وخياله الجماليات لقد أدركت أنني أبحث عن هذا كلي طبعاً اسم مؤكد باللام وقد وأيضاً أنني أبحث عن هذا كلي اسم مؤكد بأن وكله يعني طبعاً كل أو كله ده طبعاً توكيد معنوي مما يدل على ثقة الكاتب برأيه أضاعف فكري وشعوري وخيالي هنا صور الفكر والشعور والخيال بأشياء مادية تتضاعف طبعاً أهم الأسئلة على الدرس ما المهارات الأساسية للغة العربية طبعاً الكراءة والكتابة والاستماع والتحدث بما شبه العقاد الفكرة الواحدة والأفكار المتلاقية شبه الفكرة الواحدة بجدول منفصل والأفكار المتلاقية بالمحيط الواسع الذي تتجمع فيه الجداول جميعاً تبدو الفكر في ظاهرها خلاف جوهرها فسر الفكرة دي حيث أن الفكر قد تختلف في الظاهر حسب ما تعالجه من موضوعات لكنها تتفق في أنها مأخوذة من الحياة ناتجة من مصدر واحد ماذا أدرك الكاتب حين أحب القراءة؟ طبعاً أدرك أن حبه للقراءة مصدره الرغبة الشديدة في فهم مادة الحياة وسر تنويعها ومضاعفة فكره وشعوره وخياله وبكده يا أبطال نكون خلصنا الدرس وإلى لقاء آخر إن شاء الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته